السلام عليكم اللهم صلى الله محمد وعجل فرجهم والعنعدوهم حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكريا ان شاء الله بهذا الفيديو او نعم بهذا المقطع ان شاء الله راح يستعرض فيديوهين الفيديو الاول راح يكون دور المرجعية الدينية العليا بمساعدة معلم سوري فقد ثلاثة من عائلته جراء الزلزال الذي حدث في الايام الماضية وايضا سأستعرض ان شاء الله مقطع فيديو لمواطن مصري يوزع ثواب من بركات او على بركات او بثواب الامام الحسين عليه السلام وببركات الامام الحسين عليه السلام ويقول كلمة والله العلي العظيم تدخل للقلب مدد يا مولانا يا حسين مدد مدد يا مولانا يا علي مدد هذا هو فيديو الاول خلنستعرض عفوا الفيديو الاول والفيديو الثاني لتكون ان شاء الله فقرة فقرة بين فترة واخرى بقدمها بكانات خواطر فكريا للفيديوهات التي تكون فيديوهات مميزة فيديوهات تريح النفس بها جانب انساني كالمساعدة التي كانت بها العباسية عفوا المقدسة او جانب انصح التعبير يبين حب اهل مصر لأهل البيت عليه السلام يعني جانب يبعث الطمأنينة ويبعث الراحة النفسية راح تكون فقرة ان شاء الله بين فترة وفترة كل ما القي او اجد مقاطع ان شاء الله اجد مقاطع تستحق او يعني اروج لها او انشرها ان شاء الله راح اقوم بالترويج لها بقناتي قد نستمع اولا الى تقرير العتبة او تقرير نعم قناة العتبة العباسية على الفيسبوك بخصوص مساعدة العتبة للمعلم الذي فقدت ثلاثة من عائلته نستمع ان شاء الله ونتوجه مباشرة الى المواطن المصري الذي وزع ببركاته الامام الحسين عليه السلام تغرج على يديه المئة من الطلبة وافن عمره لاصال رسالته التعليمية حتى فقد في ليلة ثلاثة من افراد عائلته جراء الزلزال ما جعله في حيرة من امره محتسبا حاله الى الله تعالى فله ما احطى وله ما اخذ وفي هذا الحال رمق ببصره مجموعة قدمت من العراق من مرقد ابي الفضل العباسي عليه السلام لتكون اول جهة تصل اليه وتغدق عليه بما جادت من حياض صاحب الجود والكرم ذلك هو المعلم نظام الدين العتبة العباسي واخواننا بشكل عام العرب شكرا كتير ليلون وكانت يعني الاغاسة بشكل سريع من اليوم الاول والعتبة العباسي كانت انه من بداية الزلزال انه كانوا اول الناس موجودين عنا ومشكرهم كتير كتير وشكرا كتير ليلون شكرا كتير لمساعدتهم وشكرا كتير للي عم يقدموه وحسب انا ما بعرف انه طلعوا لعند يعني ما خلوا عائلة منكوبة الا الوصول عندها حالة نظام الدين هي حالة من بين حالات انسانية عديدة تبنتها قافلة الاغاثة الانسانية التي ارسلتها العتبة العباسية المقدسة لاغاثة المتضررين جراء الزلزال الذي حل في سوريا تلك القافلة التي وزعت افرادها على شكل مجموعات لتقدم المساعدات ومد يد العون لمتضررين هذه الكارثة بناء على توجيهة المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعطبة المقدسة حياكم الله من جديد جانب انساني جانب مثل ما قلت انا بالبداية يبعث الراحة النفسية حقيقة انه شخص يساعد شخص شخص يساعد مثلا شخص عربي اخر شخص يحتاج المساعدة سواء كان عربي سواء كان غير عربي سواء المهم انسان واحتاج المساعدة فحبيت انه اصلت الضوء على هذا الجانب الانسان المشرق اللي قامت به العتبة العباسية المقدسة بمساعدة هذا المعلم الذي حقيقة مصاب جدا جدا كبير بفقد ثلاثة من عائلته لا يستطيع الشخص ان يتصور حقيقة فضلا ان يعيش الحالة التي يمر بها هذا المعلم والفيديو الاخر للمواطن المصري الذي وزح اهل مصر عدهم حب الفطرة لأهل البيت عليهم السلام وان شاء الله هذا هو منطلق منطلق لولاء او للولاء لأهل البيت عليهم السلام والبراء من اعدائهم فمصر ان شاء الله سترجع وباذن الله باذن الله شيعية هذا هو فيديو اليوم هذا ملخص اليوم وانتظرنا ان شاء الله بفيديوهات قادمة الى ذلك الحين انتظرون خدمكم ومحدثكم علي وفي امان الله اشتركوا في القناة